ترجمة نانسي قنقر من الملاحظات التي وجدناها من المتابعين في كافة المحافظات أن الإقبال كان جيد في بعض المناطق متوسط لكن عموماً نشعر أنه بنهاية هذا اليوم إن شاء الله بيكون إيجانا ملاحظات أوفى من كافة الجهات المعنية طبعاً إحنا وجهنا اليوم كمان المتابعين لجان الوافدين كان بهمنا نعرف كمان الإقبال بهذه اللجان وخاصة أن اللجنة العليا الانتخابات زادت عدد هذه اللجان لـ 19 لجنة فكان عندها بعض الملاحظات اللجان عددها كان ممكن يزيدوها أكثر فزادوا العدد وكان إجراء ممتاز من اللجنة العليا الانتخاب طبعاً بنهاية هذا اليوم لن ينتهي عمل المتابعين بالفرق المختلفة بانتهاء والاقتراع أو الاستفتاء فبعد ذلك سيبدأ عملهم بمتابعة الفرز لإعلان النتائج النهائية لغاية نهاية هذا اليوم أو بداية اليوم القادم حتى تعلن هذه النتائج الآن إحنا في الجامعة الدول العربية سنعقد إن شاء الله الأسبوع القادم مؤتمر صحفي لإعلان الملاحظات الأولية التي تم مشاهدتها سواء كانت الإيجابية أو الملاحظات التي نشعر أن اللجنة العليا الانتخابات فيما بعد ممكن تأخذها مع الاعتبار وتعزز الإجراءات التي تقوم فيها خاصة المصر المقبلة على انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية الآن إحنا في النهاية رح نصدر تقرير ختامي سيرسل منه نسخة إلى اللجنة العليا الانتخابات لأنه هي المعنية في الاطلاع على ما تم متابعته من قبل الفرق المختلفة لجامعة الدول العربية طبعا بهذه المناسبة أنا بحب أشكر جميع الزملاء والزميلات اللي تلعوا على جميع الفرق بالمحافظات اللي تطوعوا وأدوا جهد كامل وكبير جدا وطبعا ما إنه إحنا موجودين بغرفة العمليات بحب أشكر رئيس غرفة العمليات وجميع الزملاء والزميلات اللي تابعوا معنا وأيضا تطوعوا لأنهم يكونوا معانا خلال الفترة هاي وأيضا بشكر خاص لأمانة العمليات اللي هم كانوا يزودوني باستمرار بالنصائح وبالمعلومات اللازمة لمتابعة الإجراءات بالخبرة المتميزة اللي موجودة بهاي الدائرة وأيضا وسائل الإعلام اللي تابعت معانا بشكل متبيز وطبعا والشكر الخاص للشباب بفرقة الأزمات والرصد لأنهم ساهموا وساعدوا معانا والاتحاد الأوروبي اللي هو أنشأ هذه الغرفة والـ UNDP اللي ساعدنا بالإشراف على الإنجاز هذا المركز المهم اللي إحنا هلقيت عم نستخدمه لأول مرة بجامعة الدول العربية عم نستخدم هذا المركز للانتخابات وإن شاء الله إحنا عنا فكرة مستقبلاً كنا عم بحكي أنا والأستاذ علاء إنه إحنا نستخدم هذا المركز للانتخابات في دول أخرى وسيكون هناك طريق أسلوب وآلية أخرى نتم استخدامها لكيف يمكن أن ندخل هذا الإطار في داخل غرفة الأزمات وشكراً لكم